اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثلما تحدثنا في الحلقة السابقة حلقة التي قبل هذه كنا نتحدث عن واحد من اكاذيب هذه العشرين سنة التي مضت وهي اكذوبة الشراكة يعني ربما هذا الموضوع سيؤكد ايضا او ستتحدث عن هذا الموضوع بشكل او باخر لانه عندما تنتهي يعني يزيحون اكذوبة الشراكة وتنتهي سيذهبون الى تفاصيل اخرى ليعدلونها لكي تتناسب او تتماشى او تركب على القالب الذي صنعته ايران يعني هذا الفكر الايراني المشروع الايراني في العراق لديه قوالب معينة يجب ان تطبق ومن ضمن هذه القوالب هذا الجيش جيش العراقي سموه جيش العراقي في عام 2003 جاء ابو لبريمور فحل الجيش وعندما سئله شلون حلية الجيش لماذا وهذا الفوضى وكذا قال مواني لست انا السبب طبعا هو القرار امريكي وهؤلاء طبلوا له بس لكن هو قال لستوا هنا هم طلبوا هذا الموضوع من هم قال هذه الحزاب الشيعية والحزاب الكردية الحزاب الكردية لديها حساسية يدعون انه هناك الانفال ومعرف منه وحلبشة وهذه الكذبة الكبيرة دعنا منها يعني مو حديثنا هذا ومع انه جيش العراقي يعني بغض النظر على شكل النظام بالعراق منه علاقة بشكل النظام لكن لاخر فترة وحتى في ظل الحصار وحتى في ظل هاي قطوط الطول والعرض اللي اسسوها راح هذا الجيش قوات من عنده كبيرة مقاتلي وحمى واربيل ودهوك وحتى السليمانية من السقوط بيد الايرانيين وهذا يمكن في 98 ربما في شهرات يعني وذكرها الاكراد وذكرها مسعود البرزاني وكلهم عموما بغض النظر عن هذه المسألة تركنا من عندها لكن هم يقولون انه هذا الجيش وحلوا للجيش ماذا تشكلون جاء الامريكان وجاءهم معهم يشكلوا جيشا قالوا سنشكل هذا الجيش جابوا الميليشيات اللي عندهم شكلوا من هذا الجيش وبقايا التي من الجيش بقايا الباقية اللي يعرفون ولاهم او اظهروا ولاهم الهم فجاءوا بهم وسوواوا جيش جيش دمج وغير دمج وجابوا ناس ما عندهم يعني حتى شهادة ابتدائية وانطوهم رتب عالية ووصلوا الى درجة فريق بالجيش واذا الجيش هذا تضخم بالرتب العالية لواء وفريق ومعرف منه بشكل غريب عجيب وجيش تسلح امريكا والدرب امريكا وودؤنه جيب ودي وجاء عام 2014 واذا بهذا الجيش يهرب امام يعني اعداد قليلة جدا مما يسمونه داعش شون هربوا شون هربت هذه الفرق من اعطاهم الامور من قللهم انسحبوا ويا ريت انسحبوا مع اسلحتهم ودباباتهم لا تركوا كل شيء بسحة المعركة ونهزموا شون حدث هذا لا احد يدري كأنه فيلم مدبر مرتب بشكل غريب عجيب بعدها صدرت الفتوى بتشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي هذه الميليشيات جمعوها بالحشد سموه الحشد ولو لم تكن قضية داعش تظهر لشكل الحشد ايضا لصدرت الفتوى ولقولنا غير دربونة وصدروا الفتوى الفتوى بغير فتوى شكل لانه هي الغاية من عنده كل تصرفات كل الامور كل الخطوات التي قطعت ستؤدي الى تشكيل شيء واحد اسمه الحرس الثوري العراقي شبيها او تابعا للحرس الثوري الايراني في ايران الجيش في ايران بغض النظر يعني العراق قاتلهم وقاتلهم قتال ابطال وهم ايضا قاتلوا كانوا قاتل الجيش هم معا ميليشيات غير ميليشيات بغض النظر لكن جيش وضح هذا الجيش وقدم تضحيات كبيرة وخسائر كبيرة جدا واذا بهم يضعونه على الجن وينهونه ومن يحكم ايران هو الحرس الثوري ومن يحكم العراق هو الحرس الثوري الايراني ايضا لذلك يجب ان يشكل تشكيلا يعني تابعا له يرهم على القالب او الاطار الذي تريده ايران لمشروع الحال فيجب تشكيل ما يسمى بالحرس الثوري العراقي وهذا الحرس الثوري العراقي هو اللي عين الحكومة هو اللي يمسك البرلمان والمجلس النواب هو اللي يمسك الاقتصاد السياسة التوجهات المجتمع كل شيء الامن غير شكل لذلك ظهر واحد معمم وهذا ليس اول واحد كثيرين تحدثوا قبله سياسين هذه العامري وغير هذه العامري يعني هذه العامري من قبل سنوات من يقول احنا القوة الاولى الحشد هي القوة الاولى الميليشيات هذه هي القوة الاولى في العراق وماكوك ومن يعذر لماذا يتحدث بهذا الكلام وغير ابو فتك ومنظر من انواب فتك كلهم يتحدثون بهذا الاتجاه وظهر لنا معامة يقول ان احنا شنب هذا الجيش الآن يجب ان يحل هذا الجيش ويجب ان يصبح الحشد هذه الميليشيا الحشد هي الجيش وليس الرديف هي الجيش الأول والأخير ماكو غير الجيش هم عام 2004 2003 جاءوا بالميليشيات ودمجوها بالجيش ببقاء الجيش في عام 2014 ماذا فعلوا جاءوا ببقاء الجيش الذي هرب ودمجوه بالميليشيات عملية معكوسة لكن الآن لا يريدون هذا يريدون شيء اسمه واحد رأي واحدة يسمها الحشد هذا هو الحرس الثوري العراقي فقط هو هذا اللي يحكم العراق والحرس الثوري الإيراني يبيد الاقتصاد والسياسة وكل شيء لذلك يبدأوا بخطوات كثيرة من ضمنها أسأسوا شركة هندسية وشركة معرفة منية سموها شركة المهندس وها كل المقاولات الهندسية والتجارة بيدهم والصناعة بيدهم ماكو صناعة وكل شيء بيدهم الأراضي وتوزيعها المدن الأمن وجاءوا بانتخابات مجالس المحافظات لكي يسيطروا هم أيضاً على كل المحافظات العراقية هذا واضح الآن الآن يريدون الجيش هو الحشد هو الجيش الوحيد وليس الرديف مثل ما قال هذا المعام هذا الحرس الثوري العراقي هو جزء من هذه المهمة جزء من الأيام القادمة جزء من صفحة جديدة أو الصفحة التالية أو الخطوة التالية مما أسسه من عام 2003 إلى حد الآن خطوات واحدة من الخطوات التي ستعلن لا أعرف متى لكن قريباً تبدو سيعلنون هذا سيكون الحشد ميليشيا الحشد هي الأساس ولا حديث أبو تراب وغيره عن ذول بس يستعرضون وهذا يقول لنا بس يأخذون فلوس وكذا جزء من هذه العملية هم قالوا من البداية وكانوا يرددون يعني بعد ما كن قلابات انتهت لأن الجيش حولوا إلى مسخ وحتى هذا المسخ لا يريدونه انزع هدومه كل بس هدوم الميليشيات انتق خلص لا 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 حاكمة للعراق إلا الحرس الثوري العراقي اللي هو كيان مسخ صغير تابع الحرس الثوري الإيراني الأوامر تأتيه من هناك ضباطه قيادته استخباراته رؤيته سياسته توجهاته قتاله مهماته كلها من إيران هذا واقع الحال أما قائد العام قاتل مسلحة وحرف منه كلها كذبات كلها ستنتهي هذا الوضع الذي يريدونه وصولا إلى هذا الشيء الآن الوضع الآن الوضع هم يريدون أن يهيئونه بهذا الشكل كل الخطوات تدلوا أن الوضع ماضي بهذا الطريق فبالتالي فبالتالي الآن تتضح صورة لماذا صورة لماذا كيف هربت القوات لكي يقولوا أن هذا من لا نريده لا يفيدنا وعند ثغرات وعند أخطاء وعند مصايب وإحنا الحشد مع أنه يقولون أننا حمينا الأعراض وقاتلنا ومن حماهم هي أمريكا ومن كانت تحمي سماعهم وكانت تمهد لهم الطريق في كل معاركهم وخاصة في الموصل هي أمريكا وهذا الوضع لا يستطيعون أن ينكروا الأمريكان عجبوا المذكرات ويعرفون كل شيء وفي ساعات يتكلمون عنها يعرفون كل التهديم والدمار الذي صار مسجل لدى الأمريكان لكن الأمريكان يريدون أن يكون العراق ضعيفا وأن يكون بيت هؤلاء مع الأسف الشديد هذه صورة أخرى لما يخطط للعراق أترككم بخير أعزائي المشاهدين وأسأل الله للعراق والعراقيين السلامة ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة